أيها الأصدقاء بين جميع الأسئلة التي طرحتها أمامكم هناك سؤال يحفر في أعماقي ويقلقني ويعذبني كما يعذب آلاف العائلات الكويتية التي لا تزال تنتظر أبناءها الضائعين في متاحات السراديب والسجون العراقية وبرغم كل المداخلات الدولية ومحاولات المنظمات العالمية لحقوق الإنسان فإن النظام العراقي لا يزال يمارس ساديته وغرائزه الدموية على أولادنا دون أن يرتدع أو يتعلم شيئا من الكارثة الكبرى التي نزلت على رأس العرب جميعا ولنبا كان هذا المؤتمر يضم الطليعة الثقافية العربية التي تحمل على كاهلها مواجع الإنسان العربي وتدافع عن روح هذا الإنسان وجسده وحريته ومثله العليا فإنني أتمنى أن يكون بين توصيات هذا المؤتمر توصية خاصة تنادي بالدفاع عن الأسرى الكويتيين في السجون العراقية كما أتمنى أن تكون قضية هؤلاء الضائعين بين الموت والحياة قضية كل المثقفين العرب لأن الالتزام بحرية الإنسان هو الشرط الأول للفكر والكتابة والإبداع ترجمة نانسي قنقر